بسم الله ابا الابن الروحي القدس الان واحد امين حلقة جديدة مع دكتور بستين. اهلا بحضراتكم راجعوا محبة جديدة على القناة ايضا زرار الاشتراك الفعل زرار الجرس. تابعونا جميعا يا اخوة. عائلة القناة. عائلة القناة. موضوع اليوم. صفات الاسقف المثالي. تابعا بلاي. مسالة بوصل اصول الاولى الى تيم ساوث. صاحب تالت. من بداية من عدد واحد. راجعوا محبة الجديدة على القناة اضغط زرار الاشتراك. ويفعل زرار هذا القناة. يا اهلا يا قناة. يا الله قناة. اشتركوا في القناة 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 وكتب سؤال على اليوتيوب. ماشي? تعالى. صحيا عاقلا لازم النقطة دي طولها لأمك. صحيا عاقلا يكون رجل واعي. مستيكز لما هو شغالة. في الخدمة وفي الناحية العملية. فاهم ومستوعب. فاهم ومستوعب. ويكون محتشم. محتشم. مش ببهرج. محبش البهرجة. محبش التعاري عن الناس. يكون مضيفا للغرباء. بيرحب الناس. بيضيفهم. بيقدر مشاعر الغرباء. مش بس كده صالحا للتعليم. صالح العرفة ابطي. ولا عرفة الحان. ولا عرفة تقوس. ولا عرفة عقيدة. ولا عرفة لهوت. وتروح تتمسك سقفة. هيعملوا بها ايه? هيعلموا الناس ايه? لا ده على منطقة عقيدة. على منطقة الاخلاقي لازم يكون اخلاقين كويسين. ولا هيعلموا الشعب ايه? يبا هيبوا اسأل طريقة. فالمفترض ان هما يبقوا اسأل طريقة يوصل الشعب للمسيح. لله. فلو هما مش كويسين وصالحين للتعليم. هيعملوا ايه? بالعكس. هيبقوا اسأل طريقة يودوا الناس النار. اغاية رمود من الخمر. شكش خمر. سكرش. باي سكرش. سكر. المسيحية ترفض. الخمر المسكر. سلام ونعم اهلا. اكيد صالح للتعليم عشان هيعلم المسيحية. رجوعنا بس نقطة شهوة الاسكوفية متباش شهوة للسلطان والكرامة. مايباش تعالي. مايباش متعالي. يقول القديس يحنى زعبيل فم في شم التفصيل عن شهوة الاسكوفية. بيوضح الفرق ما بين شهوة الخدمة البازلة ونوال الردب للسلطان. في كتابه عن الكهنوت بيقول. توجد صفات كثيرة يجب ان يتحلها بها الكاهن. فقبل كل شيء يجب ان يتطهر من شهوة الحصول على هذه الردمة. لانها ان اشتهى هذه الكرامة حالما يصل اليها تزداد فيه شهوة حب الكرامة والدراما. حتى اذا استابد لها يتردى في شرور كثيرة. مثل التملق والمداهنة ويقضع الامور كثيرة وهذا سبب المزابح التي اعملت الكنائس والخراب التي يحل بالمدن. بسبب التشاحن على الرئاسة. ولا يظن احد ان اعارض القديس بوليس الرسول حين يقول ان ابتعى احد الاسكوفية في الاسكوفية عملا صالحا. فاني لا اقول ان اشتهى الاسكوفية امر الرديء. لكن الرديء هو رغبة التسلط وحب الرئاسة. ايه اللي عنده سؤال يده على اليوتيوب ويطلع. او يتجاب عليها على اطول. نرجع برضه النقطة بلالوم. لو الاسكوف ملموم ملوم هو اصلا عندي علي مصايب وعلي مشاكل. الشخص المرشع للاسكوفية علي مشاكل وقرف وشخصية فعلا حققانيا ما تنفعش. ازاي يمسي خدمة? هو هيدبر خدمة ازاي وهو نفسه مش عارف يدبر نفسه. وللأسف في وعاد بتحسن نصبه كده. وعاد بتحسن كده. ليعرف الانسان ازا انقرد لنفسه حتى لا يتجرأ احد فياخذ لنفسه منصب الرعاية. شكرا واختمد لنا ربنا يبركك ويكمل شفائك. امين. فياخذ لنفسه منصب الرعاية بينما لا تزال الرزيلة تسيطر علي وتسبب في ايدانته. فان الذي افسدته الاسهام لا يجب ان يشفع من اجل اسهام غيره. بابا غيرغوريوس قال. اقولت هلوائي جدا جدا. بعلم رأة واحدة دي اتكلمنا فيها فكرة ان هو بعلم رأة واحدة. كلام ده كان قبل. انت حبشية ارسوسكسية يا اهلا بيك. كناس شقيقة. كمان صحيا كن حزر. وانا بعشة البابا شمن الله يرحم ايامه صراحة. ولو ان ليه تعليقات مرضو. ولكن معنة فترة لزيزة بسراحة. تم واقع في الاساقفة اللي بتغلط عند حقه على الال. اللي بتغلط. فيه اساقفة بركة لغد وقت اكيد. يليك به ان يكون سهرا حارا في الروح كمان يتنسى منار. ليلزمه ان يعمل دوما مؤديا ويجيبه نهارا وليلا اخسر من قائد ملتزم نحو جيشه. يليك به ان يكون حريصا يهتم بالجميع ايه. سمع حانتي يعني مين اللي قال كده. يكون حريصا يهتم بالجميع. بالجميع يا جماعة. مش واحد او واحد لا. بالجميع. مش فيها او فيها لا. بالجميع. مش التبرعات لا ما الاولى لحساب عيلته. مش شغلة تمام ده. يبقى لازم. تبقى كل حاجة محسوبة. عاقلا يعرف يميز ما بين الامور ما يبقاش ودني. مش حد يرزع له شايف حد. يجري وراها زي اللي مش فاهم. زي الطفل. ده ما ينفعش بقى اسكف. ده ما ينفعش بقى اسكف. ما يتجهلش الاحتياجات النفسية والاجتماعية والجسدية للشعب. ما ينفعش بقى في اسكف ماسك منطقة وفي ناس بتبيع نفسها عشان خاطر لهم تلعيش. طبع حرام. طبع ما يصحش. يبقى لا يليق. يكون محتشم. في تصرفاته. وكلامه. وحسيسه. وعفعاله. دي انا شفته اسكف. كان جي متكلم في كنيسة من الكنيس. واحد ضيف بشب سجاير. جوه الكنيسة. مش جوه الكنيسة تحتنا جوه الحرام الكنيسة. ولكن جوه نطاق الكنيسة. في الحوش. انا اتكلمت والاسكف عشان كانتش عايز اتكلم. ولما اتكلمت على يعني متدايق. في ايه يا اسكف. في ايه ما يجيش بالسجارة جوه. والضيف كان محترم ومقدر الكلام والاسكف ما كانش مقدر الكلام. تخيلوا. مضيفا للغرباء. رسالة بولس الرسول لابرانين. ابرانين 13 اتنين. لا تنسوا اضافة الغرباء. لان بها اضاف اناس ملائكة وهم لا يدرون. في كتاب هرماس. كتابه الراعي. يجب ان يكون الاسكف مضيفا للغرباء. يرحب بسروره في كل وقت. بخدام الله القادمين الى بيته. لازم الاسكف يبقى صالح للتعليم ما يبقى هو جاهل بالعقيدة. والابطي. والالحان. واللهوت. والاخلاق. هو يبقى اسكف. تبقى كارسي. وللأسف. في نوادر من الاسقفة على مر الزمن حصل معهم كده. جاهلين بعقيدة. وطعس. ولهوت. ودين. وفي منهم اللي كان غرض سلوكيا. ايه? ايه? هيدبروا الكنيسة ازاي لشخصيات اللي بالاسلوك ده. يدبر سلام ونعمة. سلام الرب يسوع للجميع. سلام ونعمة. فول بول. اهلا. اللي عنده سأل يضع على اليوتيوب انا يبقى ايه. القناتي على اليوتيوب فوق موجودة في الوصف. ويف علامة اليوتيوب. وكلمة الدكتور وغسطين بالانجليزي او العربي وغسطين والسامعان. هتلاقي القناة. هذه ليست مطلوبة في من هم تحت التدبير لكنها اساسية في من يععد له امر التدبير. القديس يحنى زهبيل فهم. ان واحد يكون صالح لان هو يعلم مش اي حد يعلم. يكون هو نفسه فاهم ومتعلم صح. الدين صح. عشان يعلمه. يبقى اوسكف. تحت رعايته امامسة. وقسس. وشعب وخدامه. ايه? ايه? عشان كده قليل اول ما بتشوف. مش قليل. اللي بيسعى من الاسخفة او غير الاسخفة في طريقة الله. بتلاقي محبوب من معظم الشعب. وتلاقي على اقل. بنسبة تسعة وتسين في المية. مفيش خلافة عليه. على سبيل المثال للحصر. الانبأ بفانس الشهيد. متعة. الراجل ده ايكونة من الكنيسة. مش هجيب واحد زي تاني. شبيه ممكن. لك واحد زي بقى. الراجل كان يتسجد له مطنيات مارداش. كمدنيات اختراهم مش سجود عبادة. ميرضاش. يقول لا. عرحان اسكف. لا. اي كرامة. لا. يخش تخش المطعم. الناس ده اخلا بتزور. وراهب عمال يدي لك. للناس الزوار اللي موجودين وبيغضل في خدمة المطبخ. وعلى فكرة كان الناس عندهم عدس ديره عن قديسة الانبأ بار. الدير ده روحة جدا في العدس بالذات. غير بقى عن مكانته الدينية. على مستوى العالم مش مصر بس. فتخيلوا. بعد ما الناس تاكل وتمام شبعت عايزة تروح تزور الانبأ يبيفانيوس. فيكلموا الراهب عن الانبأ يبيفانيوس. مشكلهم مشغول. ويكون هو نفسه الانبأ يبيفانيوس اللي بيخدمهم خدمة المائدة. ده صفات يوسكو في المثال يا. اللهم خلي كل جهة سكفة المجمعة الابطي يا رب كلهم مثاليين يا عبد. رجحهم كلهم مثاليين. في منهم مثاليين وفي منهم لا. حقيقة تتقال. يا الشيخ. غير مضمن الخمر. بصفة اساسية. المسيحية رفضة الخمر المسكر. وبصفة خاصة رجال الدين ما ينفعوش بقوا. بيشربوا الخمر. غير ضراب. غير ضراب. في العهد العديم نحامية في غيرة المسيحية المقدسة ضرب المتزوجين بوثنيات اجنبيات. ويلفخ خصم طاعم وضربت منهم اناسا. نبي الله نحامية ضرب. نتجوزوا اجنبيات. نحامية 13.25. لكن المسيحية طلب طلب التخديس الداخلي. ما نستخدمش. اسلوب العنف. وده اوسخ. اسلوب. ممكن يستخدمه رجال الدين مع الشعب. وهو النمد العيد. وفيه اكزر ناس بتعمل كده. والواحد شاف بناوي بتحصل. بالطريقة دي. ناس من الشعب بتضرب. كهن يمد يدي على حد من الشعب. حد من الناس. ايه ده? مش اخلاق كهنة. مش اخلاق رجال دين. يا بالبقى لو جدت من اوسكف تبقى اكتر مسؤولية. لان انت مكانتك هيتعلم الصحة من الغلط. فلو انت مش متعلم الصحة هتعلم الصحة المين? لو انت تضرب. ايه? تضرب الشعب. ده ربنا يدي لك دماغك. اين كنت مين? ربنا يا جماعة ربنا ما بيسيبش حق. صدقوني ما بيسيب حق. يعني انا اعرف ناس شخصيات كانت بتعمل كده. صابتهم حاجات في اكسادهم لغاية دلوقتي عهات. عهات. نتيجة لان هم كانوا بيزلموا في الناس. كانوا بيزلموا في الشعب. من الكليروس. كانوا بيزلموا في الشعب. فهذا من الصحة. ديها و جاي لكم اقلم ديها كمان. صحة اسمعت المالي جرجس لما لا يعمل اش سواه ده و سماعين. وكمان تريدان هذا. مزبوط. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا بيزلموا في القناة. من الناس من الكنيسة وناس تترد الشعب. يكون أناocate Cruise a full. كده الك BSPFF. وقت نسى فرحبيك لما انته هتتترد الناس بيزلموا في الكنيسة. ال� fellowship Urban Kardel. الهاما بعد. ربنا نفسها هيفرحبك لما انتهتترد الناس من الكنيسة أكيد أهو يفرح فيك أبدا القديس سبحانه زهبيه الفم يقول ان يوجد اسكوف يفعل مثل هذه الحماقة التي لا طريق به لهذا يرى في كلمات الرسول انها لا تعني المفهوم الحرفي بل الرمزي قائلا هذه لا تعني انه ضرب يدي فان البعض يضرب ضمير الاخوة هذا ما يبدو لي ان الرسول يقصده في تفسير القديس سبحانه زهبيه الفم على هذا النص ولكن في البعض اللي بيمدي داع الشعب هنجدب هنقول ما فيش فيه طب ودول حسابه عند ربنا عسير ربنا يسفح الشعب اللي بتضرب بعض الاحيان في اسكوف بيمدي دي على شماس ولا يمدي دي على حد من الشعب او الواحدة من الشعب او اسيس او امس ربنا بيسكت خدمة رجال هي الرعاية والرعاية مش انت تتسلط وتضرب وتغلط في الشعب دي حسابه عند ربنا عسير تتسابش اه تمام ادطل بس محتموش واستساوي بيه اخ فرانك سوالك على يوتيوب انا اجابه حط السوالك على يوتيوب انا اجابه انت مودريترس انا فعش ايام كده حط سوالك على يوتيوب ابو سفين شهيد مش هقول لك برضو محمد التفاصيل غير لما تحط السوالك على يوتيوب لازم برضو القسكوف يكون غير طمع بالربح القبيح ولا محب للماء اه حلوه اذا لا يهم الربح القبيح ولا محب للماء يعني ما نجيش لا نجيب المحفظة الكلام ده اللي انا بقوله النهاردة ينطبق على بائم بام بيه ده وظاق بام دي سيمونية يا مقدس. دي سيمونية يا نفتك. اه لا اصلا احنا عايزين اه نخلي الاخ ده مين خدمة نخلي الاخ دي مش عارفين نخلي ايه 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 نعم لا يا حبيبي اسكوفنا المحبوب اسكوفنا الغالي. من اخ شماس كليرك صغير بقول لك دي سيمونية. تحسبك عصير فيه عند ربنا. بجد فعليا. وطبعا بنشوف يعني بعض الاساقفة باسم الصليب عليهم قدسين. بتبان بيبان مين الاخ اللي هو الاسكوف اللي هو ايه. يعني مراعي كلام ربنا والاسكوف اللي هو ايه. هو جي كده. هو دخل اتزقف الاسكوف ايه. ما تعرفوش مين اللي رسمه. ورسموا ليه يعني اهو ترسم اهم من فلان بس رسموا ليه. بتلاقي نوعية من نوعية دي طب احنا عايزين زوق ده في المهل الفلاني في الكلال الكراكيف مش عارف في ايه في ايه ايه. ده ده نسقف لهم كده بس ربنا بيسقف بعد كده بطريقة تانية. ومو بيطلع الحقوق لان ده كده اهانة لبيت ربنا. حليم غير مخاص. ثانية واحدة. الرب باركك شكرا. سألت سؤال حاضر عن ايه. سيكس فورتي. سلام ونعمل شفهمين. ما يأكل جاسة لو شوف دم ياسكم فيه. انا في الله عليك يا اخ محمد عليك. برينس. برينس يا اخ محمد عليك. برينس 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 برينس. هطلع على السؤال وهجابه عن ايه. حاضر حاضر حاضر. حاضر. اخوتي. 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 سيخرة دكتور عاملية باركش. نشكر ربنا واختفرح. نشكر ربنا واختفرح. مية فولة اربعتاشر الحمد لله. مية فولة اربعتاشر. ما رأيك في الكنيس الكاثوريك? اه. او انت في الكريتكية دلوقتي انا الحمد لله مش فكرة انا خلصتها واربع سنوات امتياز ولو في عدل كنت انا بقى الاول على ضفعتي. واتعين معيد جوة كلها لكريتكية. وهي اخد منصب كبير جدا جدا. ما رأيك في الكنيس الكاثوريكية? كناس تخلدية حصلة معساة بس في عصر من الاصور. موضو السكوكو الوفران وهي اتناها هيمنة رجال الدين. وحصل صراعة بعد كده. الصراعة الوسري مع الكنيس الكاثوريكية. ولكن هي الكنيسة تخلدية. يعني فيها تسالسة الرسولي. وفيها كهنط. وفيها اسراف. سلاما ياعمى الخبولة. وانا تم اضطهاد يجوة الركيا لان انا كنت بقول ان في اخطاء بتحصل وفي غش وفي تزويلات وفيها طلع عود في درجات وحاجات زي كده. انت مسلم لكن بتحترم جميع الدانات واهلم بحضرتك. اهلم. اهلم. هتلاقيه برضو اخونا هتلاقي قيمة تشغيل لحوارات المسكنية فيها رد باستفادة اوي على الكنيس الكاثوريكية من جوا الكنيسة نفسها. وهي قدسات من جوا الكنيسة نفسها. ماشي. غير طامع. سلام ونعمة. غير طامع بالربح القبيح ولا محب للمال. اه. 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 مايبقاش اوسكوف داخل. اوسكوفيته. عشان يبقى ماوي المعمار. يبني كنايس يبني كنايس. يبني كنايس في كنايس. مباني. وفي الاخر النفوس تتهدم. ده كده. يا ريتك ما دخلت الاوسكوفية. ولا مسكتها. ولا عملت فيها اي حاجة. ليه? الاوسكوف اللي بالنوعية دي. كرسة على الكنيسة. ما انا مش افرح لما يكون مبانيك الكنيسة كبيرة. والنفوس من جواها مهدومة. انا ما استفدتش حاجة كمسيح. في نوعيات كده في نوعيات الندرة بالدرجة ندرة موجودة في الكنيسة بالاسف. هو اوسكوف كل اللي يعرف انه يعني بيبني مباني. طب خلي المباني تنفعك وتنفع الناس. لأ ابني مباني وابني نفوس. خليك فاهم خدمة صح. بالزبط. الله ينقل عليك فراك. ابني مباني وابني نفوس. مش عارف تبني مباني مش عارف تعمل حاجة غالى انت تبني مباني يبقى ملكش لازمة لما اخزة في الاوسكوفية. اعتزر احسن وارحم بدل ما هيجي عليك يوم هتندم فيه قدام ربنا ومش هتلاقي حد يغيتك في وقتها. ليه لان دي مسؤولية امام ربنا. سألت سؤال تاني حاضر عناية. عناية. عناية 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 العناية عناية عناية winnnnnne PhGeme sea يجب ان تجلب سؤالك على اليوتيوب على يتم عليك حظر كده هتلاقي نفسك تاية. ماشي. هتلاقي نفسك تاية. مش عايزك تبقى تاية. حاضر. عادر اكون شريف. اهو. ايه لا ينجر نت بيحمل. والسرعة عالية جدا جدا. هنشوف اهو. اهو. ايه رأيك في الكنيس الانجلية. الكنيس الانجلية حصلت ابتدت نشقتها من بداية ما حصل انفصال بعد الوسر مش في وقت الوسر. في وقت الوسر حصل انفصال في الكنيسة ما بين الكنيسة الكاسوليكية والكنيسة الوسرية مع الاحتفاظ بالكثير من تعليم الكنيسة التقليدية وبالنسبة للكنيسة الانجلية الكنيسة الانجلية في تسلسل رسولي جوه الكنيسة الانجلية في اسرار جوه الكنيسة الانجلية لان الكنيسة الانجلية مش طائفة او كنيسة واحدة بس اكتر من كنيسة جوه الكنيسة الانجلية لهم رابطة الاتحاد العالمي للكنيسة المصلحة. اخي محمد ازعب بسلام بدن ما اقولك كلمة تانية. ماشي? جي سلام ونعم اهلا. محتفظين ببعض الاساسيات المسيحية كثيرة محتفظين بيها. ما ينفعش عمم على الكنيسة الانجلية لان الكنيسة الانجلية اغطر من كنيسة المسيحية. في نفس الوقت الكنيسة الانجلية هنلاقي البعض بيامن بقى اشياء غيرها ما بيامنش بيها. فلازم الواحد يناقش بكنيسة كنيسة جوه الكنيسة الانجلية. دكتور هلو هناك فارقة بين كنيسة الحبشة والقطية. سانكيو على الهدية. سانكيو. سانكيو على الهدية مرهاويت. اه لا. باليمان المسيحة واحد في كنيسة الان. انت بتسالوا كم بره في اليوم امتى وازاي? حط سورك على يوتيوب. مفيد. سلام مسيح سلام ونعمة. يا دكتور هو ايه الفرق بين المصريب العادي وده? ده فيه راية بس مش عارف تفصيلته ترمز ليه بس ممكن ادور عليها. مش عارف التفصيلة ده وقت الحالية. بس ممكن ادور عليها. نشكر الله. نشكر الله. نستكمل بقى يا جماعة. نستكمل نستكمل. حليما غير مخاصم. ما يخصمش ولا يسيح ولا اسمع احد في الشارع صوته. متى اتناشر تساطرش. نشيبه بتاع مشاكل وبتاع عرف وبتاع وجع دماغ. حاضر عينيه حاضر عينيه. ابيت تابوك شكرا. ما يبقاش يعني كل هدف هو ايه? يرزل على الشعب. ده ما يبقاش اسكف ليه اسرة. لو هو مش عارف يدبر بيته ويبقى سعيده. في بيته يخلي بيته سعادة. بالاولى ما يبسكش اسكفية. خير على حديث الايمان. ما هو استوعى بالايمان المسيحي. منين بقى يبقى مسؤول عن مجموعة مسيحيين? منين? لازم واحدة عشان يدرس ويتكلم في المسيحية لازم يفهم. يا بالبقى لما يبقى اسكف يبقى مسؤول عنه مامسة وخصوص وشمامسة وغيرهم كده من الشعب. لا ما يحصلش. ينفعش. ما كيش. بكلام مش مزبوط. ولقى اولادهم في الخضوة بكل وقار اولاده بيخضعوله وفاهمينه ومستوعبينه. بيحبوه. مش بيقول اي كلام. ويعني اللي بوه يا جماعة مش ابوه تضرب واخناء وتعصب على الواحد. ايوا اللي بقى لا تغيزوا اولادكم. لقى لا يفشلوا. مفترض ان احنا الاباء. يا هلا ابو الحاكم. مفترض الاباء يعني يرعوا. اولادهم. في بالبقى الاسقف. الاسقفة اللي ما بتعملش مع الشعب على انهم كلهم ولادهم دون تفرقة. ده يا ويلو. يا ويلو. حبيبي. ده يا ويلو. لوسكوف اللي ما بتعملش مع الشعب كلهم. بالمساواة. مش عنده خاصة معينة دي. هما اللي بتعمل معهم معاملة حلوة. ده يا ويلو. قدام ربنا. وانما ان كان احد لا يعرف ان يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله. انت عندك شوية حاجات بسيطة. مش عارف تساعد نفسك فيها. مش عارف ساعد وسرتك فيها. هتعرف تدبر شعب. حرام. مش هتعرف متخشش الاسخوفية. متعتبهاش. ارفض. اقول انا مش هستحمل. اقول انا مش اقدر. لكن متخشش وتكفر المسيحيين. متخشش وتكفر الشعب. ما ان الهيكل كان هيكل سليمان. وان في كل الاحوال هيفضلوا يتخنوا مع بعض. لغاية لما هيكل سليمان في الاغلب. هيتبنين. والزبيحة بتاعتهم مش تتقبل. فهيرجعوا يعرفوا ان المسيحي تسلب. ده بمتال اختصار. وكتير من اصقفة شدقوني. مع كنت احترامي. للمكان الاسكوفية. اقول لنا كل الناس الحلوة يا اخي ايسم اخواتنا. اللي بتعملوا معنا حلوة. ماشي? اي حد بتعمل معنا حلوة. مش بتعمل معنا حلوة يعني في ستين سلامة. ما يتزنناش. عندما ان كان احد لا يعرف ان يدبر بيته فكافي اعتاري بكنيسة الله. لو سمحت. لو معروض عليك ان انت تتبقى شماس. وتقال ان انت تبقى شماس. ومش هتعرف. ومش هتستحبل. ومش هتستحبل. ومش هتستحبل وزنه ما تاخدهاش ارحملك. لو تقلك تبقى اسيس. وانت ما تنفعش للقسسية. ولا عندك روح الرعاية ولا روح الابوة. ابعد عنها ارحم لك وارحم للشعب. لو تقالك بعدها انت تدخل زي بدمة للسية والمسية تبقى واحد في نفس الطريقة. لو راهب ودخل في سكة الاسكوفية ارجوك. لو انت ما عندكش استعاب وحكمة وتعامل وما بتطلبش من ربنا الحكمة ان انت تتعامل مع الشعب. وتحفظه. ابعد. اهرب ارحم لك. وارحم للشعب. وارحم لابديتك لان ربنا مش هيسيبك. سلام مسيح اخي مراد اهلا. الاخوة اللي جمع جديدة على القناة الجماعة هتلاقوا قناتي على اليوتيوب موجودة فوق في الوصف وفي علامة اليوتيوب. تظهروا تضغطوا عليها واتلاقوا القناة. واتعجبكم جدا 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 بنامت ربنا. سلام مسيح اختي سميرة اهلا بكي وكل اللبنانيين. غير حديث الامان لالا يتصلف في اسكت في داينونة ابليس. الله. نبسك بقى الاية دي ونركز فيها جامع جدا. غير حديث الايمان. شكرا جزيلا يا وقتين. غير حديث الايمان اللي قال لا يتصلف في اسكت في داينونة ابليس. الله. يعني لما واحد ما كانتش مسيحي. وجيه بقى مسيحي. اول انبارح. ما ينفعش يبقى اسكف? لا ما ينفعش. ليه? لان هيقع. لو جيه من بره بره جاي. ما كانتش مسيحي. وطلع. ايه ده بقى له يمين شهرين? اه هب رشمو اسكف? وتعلم ايه? وهيشرح ايه? ايه? ازا كان هو ما تشبعش بالتعليم المسيحي ولا الايمان المسيحي. يشرح مسيح ازاي ويشرح الايمان المسيح ازاي? بالاولة يعد. بالاولة. يعد. يتعلم. يفهم. يتعلم ويعد. ويفهم. اليمان المسيحي بعد ايه? لكن يتكلم عن مرة البطالة على الايمان المسيحي? لا. يبقى اسكف. وهو لسه ما فهمش الايمان المسيحي صح. ويجي فاكر نفسه عايز يعلمه للناس. تعلم ايه? اتعلم انت الاول. اتعلم انت الاول. وبعد كده اروح اعلم. ما تعلمتش الايمان وطلع لي عايز لباوسكوف. وطلع لي هتشرح في لحواتيات وانت مش فاهمها حرام. ماينفعش. ولا حد عارف ان انفع اوسكوف او كما مش هطلق يقول ان انفع. بالزبط. في الاغلب يعني بعمل كده تلاقي الناس الكدسين بقى يقرابوا من حاجات دي. مش ناس. هو اصلا دخل الدير وعارف ان هو اتريشم. اصلا متفين مع ان هو اتريشم اوسكوف بعد ما دخل الدير. نعم. نعم. اصلاك فا بتسمع عنه مع عاجات غريبة. اصلا داخل الدير وعارف اصلا ان هو اتريشم اوسكوف. ايه يا عم. ما الكنيسة بتتعب للشعب بيتعب من ايه? عنده روح خدمة? عنده معايير ان هو فعلا انفع اوسكوف زي ما بيتقال هنا في رسالة بلوسة رسول اللي تمساوس? اوكي. ما عندوش يبعد. وهيتحسب عليه اللي بيرسمو كمان. اللي بيرسموه هيتحسبو عليه لسكفة اللي بضعوا اليد في اليوم الرسامة هيتحسبو عليه. ويجب ايضا ان تكون ده شهادة حسنة من الذين هم من خارجا. لقل يسقط فيه تعيير وفخ ابليس. اه دي بقى التجارة وواسطة بقى. اه. تعليق حلو. الله اعلم. في 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 ناس في ناس داخلة اوسكوفيات ما كانتش تنفعلوهم. اصلا 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 انا في شخصات معانا جوه بقول اشكرك يا رب. يعني انا كان نفسي. يعني في شخصات معانا جوه اللي ليروس بصفة عامة من اول الشمسة لغاية. الرتب حرام يا جماعة. يا جماعة انتم كان احسن لكم تفضلوا علمانيين ولا انكم تمسكوا كنايس. بجد. مش بتهكم. ولا بعضها. في شخصيات جوه الكنيسة كانت اكرم لها ان هي تفضل علمانية. بعميسوا بانطلون. ولا انهم يتحاسبوا يوم الدينونة على الشعب اللي بيضيع. واللي لاسف. ما زال يضيع بعض الشعب. في وسط عدم الرعاية السليمة. لو ما شين بكلام قديس بوليس الرسول. الى تمساوس. كانتش هيحصل كده. يجب ان تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لالله يسكت فيه تعيير وفق ابليس. لازم يبكون نشاهد له المسيحين واغير المسيحين. سلام مسيحة. سلام ونعمة. ليه غيبة فينك. ما رأيك في استخدام الاموال في الدعوات التبشرية. حط سؤالك على اليوتيوب وانا اجاوبك. شكرا ما بنابع لكم. اللي عنده سؤالي اخوة يضعوا على اليوتيوب وانا اجاوب. احسن له احسن للشعب. ايوة ان في ناس بقول في عقل بالي وبقول بعض الاشخاص. يا جماعة كانوا فضلوا في الدين الرهبان ولا تلعوا كفروا الشعب. بقولها. وهفضل اقولها مهما كان التمن. كانوا فضلوا رهبان ولا انهم يطلعوا يكفروا الشعب. بعد رجال الاكليروس. بعد رجال الاكليروس. في رجال اكليروس رائعين جدا وقدسين ونشهد لهم حتى وهم حقيقة. وفي البعض التاني ايه ده? يا ريتكو كنتوا فضلتوا جوا الدير. يا ريتكو فضلتوا جوا الدير. ولا انه كنت عصروا واحد ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين من الشعب. لو واحد ضع بسببكو هتتحاسبوا عليه. لو واحد. وللاسف. بقيتنا نشوف حاجات غريبة. بتحصل. بقيتنا نشوف ان في ناس دلوقتي بتتعدى على صقفة وبتتعدى على اشخاص من الجال الاكليروس. نتيجة للي بيشوفوه. يعني العصر ده غريب قوي. العصر ده تحديدا غريب. لما تلاقي. اسكف. الناس طالعة بتشتم فيه وتغلط فيه. هو ايه اللي يوصلك له اصلا كده? ايه اللي يوصلك? ليه تعرض نفسك ان حد يغلط فيك? وانت تكون غلطان في حقه. ليه? ليه? ما بالاولى ما كنتش دخلت المنسب ده. ما كنتش مسكت الاوسكوفية دي. ما كنتش مسكت المنطقة دي مثلا. الجايز بتقع المنطقة دي ما بيحبكش. ما بيحبهش النوعية من الاداريات بتاعتك. ارحمهم يا اخي ورحم نفسك. على رأي البابا شنودة كان قايل ان من حق الشعب يختار رعيه. فين بقى الشخصيات اللي احنا بيفترض. الباوات ادرس باتراك الكنيسة الحالي. عام اللوايح وللأسف. يمكن هو نفسه ما بيطبقهاش. يمكن. لو رجح هيلا نفسه ممكن ما بيطبقهاش. او ما بيطبقهاش وزن منها. سؤال ده سؤال يطرح نفسه. في الناس تانية في رجال الكريلوس او في الخدمة ما عندهمش وعي بالخدمة وبيمسكوا اسس في كنايس. تمسك اسيس في كنيسة وانت ما عندكش وعي ليه. هو العملية بقت سنة في الفرجية ولا مليون سنة في السعودية. ما هو يعني هتاخد فلوس هتحط فلوس في التجامع على فلوس في القاهرة الجديدة. وبعدها بعدها كارسة. بعدها حقيقي كارسة. ليه? لان الرعاية مش حقيقة. لما الرعاية تبقى حقيقة فعلا يبقى انت هتوصل بالناس دي للمسيح. ما وصلتش بالناس دي للمسيح لأ. حرام عليك. حرام عليك افضل لك. لو لم تلبس سياب الرعبانة افضل من عصرة هذا الشعب. افضل من عصرة هذا الشعب. سيام المسيحي مش سيامها للاكل بس سيام روحاني كمان مزبوط. مرها نويت. وانتو بتصوم معها تعمل. رأيك في الذين يدخلوننا المسيحية بالسر. في عصور الاتهاد للمسيحيين كان الرهبان عندهم حسن بيستخبوا فيه الرهبان اللي مش قادرة تقاوم الاتهاد. وتحافز على نفسها ضد الاستشهاد وضد الاعتداءات. او مش قادرين يعني يموتوا. فكانوا بيقفلوا على نفسهم الحسن يجي اللي بيتهجم على الحسن ما يلاقاهمش. فمش كل الناس تقدر تقاوم وتقدر تبقى في وش الاتهاد. او تستشهد. فاللي ادخل المسيحية ادخل المسيحية وعيش حياتك مسيحي عادي في سرين. قدرت تعلن اعلن ربنا يباركك. بس الاحسن طبعا لو عرفت تعلن. لان ما كانت اللي بيستشهد غير ما كانت المعترف غير ما كانت البناة دم العادي. يعني انا شخصيا مش مجامل نفسي ولا هتكبر ولكن في نفس الوقت هدي النفسي حجمي. انا باعتبن نفسي ما بين الشهد او ما بين المعترفين. لان اتعرضت لأكتر مموكف كنت اهضت دم اتهاضي فيه. وكنت معترف فيه بالمسيح. بنعمة الله سنادتني النعمة. لكن الشهادة بقى لما يكون عندك نفسية شهيد. لما يكون عندك نفسية شهيد. او تستشهد على اسم المسيح بالدم. ده كده انت شهيد. الشهيد اعلى من المعترف اعلى من الانسان العادي. كل ما تتحمل اضطهادات وضيقات لاجل الله. ربنا يصبرنا ويسندنا وينصرنا على الاعداء. كل ما مكانتك هتبقى في السماء اعلى بكتير. اعلى عزرا عزرا عزرا. اللي عنده سؤال يا بختي. كلمة حلوة وسهلة يا كرولوس لكن التطبيقه صعب. احتمال الاضطهاد مش سهل صدقني. وانا مش الوقت اللي في التأول اللي احتملت الاضطهادات جامد يعني ما ما وقعتش. ولكن. اه بفكرني بفكرة ايه ان واحد بيحسد واحد على شخصيته او قوة شخصيته. ما يعرفش ان كم من الجروح حصلت في حياة البناء ادم هي لتسبب ان الشخص بقى يبقى قوي بالطريقة دي. زي ما رجال جيس الرومانينا لسه بعد اكل يلا. لسه مبيتش زي خالص. لسه مبيتش زي يا خل. مبينا نزهرنا ويعدنين على خير. اما حاجة نوصل للسماء ونتكلل في السماء. يا رب. اه في سؤالين هرد عليهم طبعا. ده ما? سؤالين هردوا عليهم واتطر اقفلو طبعا يا جماعة في القناتي على اليوتيوب هتلاقي معظم الوقت. تقدروا تخش على القناة هتعجبكم. اللي بفلوديوهات هتا هتستفادوا سدقوني. ما رأيك في تفجير الكنيس وقتل المسيحيين. استشهاد استشهاد استشهاد. والنفترض ان هو اه اللي بيعملوها اتباع الشيطان. اه قتلين كفرة ولا تكفرة. عايزين الحرق وضرب الجزم. هما اللي هم سلطين هما اللي بمعولوهم. اه ما كان المسيحين اللي اتقاتلوا في السماء غزبا عن هما عن اللي خلفوهم. يعني عن المفجرين وعن اللي خلفوا المفجرين برضو. المسيحين دول في السماء وشهده غزبا عن عين اللي جابه امش المتطرفين الكافرين. بصراحة يعني. وبدون اي مجملة. اه سو سو. انا سألتك اللي مش بتهدد عليه اه ده ده. ماشي السؤال اللي حطه على اليوتيوب. غير كده ما بردش. اللي عنده سؤال يا ده على اليوتيوب يا جماعة. فاضل معايا تقيا. واللي مش هي. حط السؤال على اليوتيوب هبشي. ما رأيك داخل عمري. هتلاقي قيمة تشغيل عندي اسمها الاحتلال العربي المصر. هتعجبك هترد على موضوع ده قول عمري بن عاصل مصر. من ادلة مورخين مسلمين. ماشي? كل ده على الفناتة على اليوتيوب. اللي عنده سؤال يا ده على اليوتيوب. هتيجي تمانية وعشرين هتلاقم فلت على طول. لا احد يتفاجأ. لا احد يتفاجأ. هذه كده رسالة بولوس الرسولي الى اهل الى قصدي. اه تيمو الثاوس الاولى. فرجاء. ده هو الصفات الاسكوف المساري. اللازم يتحل بها الاسكوف. فيه قدسين في اسقفة المجمع الكنس الكنيسة اللي ابتقي حاليا. فيه اسقفة لا ينطبق عليها هذه. وارد جدا. وارد. واحد اتنين عشر الله واعلا. بس انا اتصادفت باشخاص كده اتصادفت باشخاص ما كانوش كويسين. واتصادفت باشخاص كانوا مقدسين جدا. استنى شوية دوكتو. لا اعذروني بعد. انا موجود معك على اليوتيوب هتلاقوني فترة كبيرة. ربي بارك فيك شكرا جزيلا. شكر خاص. مرهاويت. اختنا الاسوبية مرهاويت. ربنا باركك. ويعود بتاعك. ربنا معاك اضغط ترى الاشتراك على قناة اليوتيوب وتفعيل الجرس. وقابلكم فيديو جديد. سلام الله يكون معكم وهيدون فيكم. وربنا حفاظنا النفس الاخير.